الست دايما اللي بتشتغل البعض بيعتبرها ان هي بطلة ان هي تقدر توازم بين شغلها وتنجح فيه وتقدر توازم بين بيتها واولادها واسرتها انتي بتعملي ايه؟ والله انا شايفة كل ستات مصر ابطال بجد لان الحالة المادية اللي احنا فيها دلوقتي او العالم بصفة عامة محتاج ان الاتنين يشتغلوا الراجل والست فستات مصر كلهم بيشتغلوا واعتقد ان نسبة كبيرة منهم مش نسبة يعني نسبة اقوى اللي مربية اولادها كويس فانا بحاول طبعا اعمل ده واتمنى يا ربي يعني بسيطة تربية بتتغير من مرحلة لمرحلة الموضوع بقى دلوقتي وف مرحلة 13 سنة فدي ربية قويني مرحلة صحوى جدا ما كنتش حاسة خالص باي قلق ولا اي توتر وهما صغيرين دلوقتي التوتر زيد انا كنت متخيلة انهما لما بيكبروا الموضوع بيبقى قلطف امي الله يرحمها ويغفر لها يا رب كان دايما تقولي كل ما بيكبروا مشاكلهم بتزيد واضح ان ده كده يعني رب لا استر لاتنين عندهم ميول فنية جدا بس مش ما بيفكروش في التمثيل او هما بالنسبة لهم التمثيل ده شغلنا صعبة جدا مش حبينها خالص الا انهم مش بيشوفونا كتير برضو والقدر اللي ب12 ساعة و16 ساعة فهما شايفين ده شيء مرهق جدا بالنسبة لهم ان انا اصحى ساعة 6 الصبح ممكن نرجع لهم تاني يوم الساعة 3 الفجر فالي هو ايه ده يعني دي شغلانة ايه دي فبس هما الميول الفنية بتاعتهم الاتنين بيغنوا الاتنين بيرسموا ما شاء الله يعني اعتقد ان هما هيبوا انتيريال ديزاين ده سليم نوي على كده سلمة كمجنونة زي امها فهي لحد دلوقتي مش عارفة هي عايزة ايه يعني خالص بتهتم ان انت يتخذي قراءهم في عمالة بيتفرجوا عليها تترجوش على حاجة خالص خالص هو يسليم دايما يقولي مامي دي فسا شوف لك عمل كوميدي انت على طول كده فمعليش ياب يحظي يعني بس هو نفسه فعلا يتفرج عليها على حاجة كوميدي هو ما بيحبش يتفرج على اي حاجة دايقه وحاجة كئيبة وكلام ده ما بتفرجش على حاجات دي خالص فعدي امل ان انا عمل حاجة كوميدي ويتفرج عليها ابني سال ما بتتفرجش خالص خالص السوشيال ميديا بقى علاقتك دي عامل ازاي وشايفاها حاجة ايجابية ولا سلبية هي سلاح زوحدان يعني في وقت بتبقى لطيفة وكويسة وفي ترند بيبقى حلو زي مثلا انا لما طلعت الترند في حوادية الشنزل زي المسعد اللي ما ودت في اياد وفي ترند وحش جدا اللي هو واحدة تطلع تبقى لبسة لبسة غريب مثلا او حد يطلع يقول جملة سخيفة بيبقى ترند برضو فدي حاجة مش حلوة يعني لازم يبقى فيه كنترول من البني ادم نفسه وهو طلع يقول بذات الموثلين طلع على السوشيال ميديا يبقى عارف هيقول ايه وما يقولش ايه في حاجات تتقال في حاجات ما تتقالش انا الى حد ما ببقى مركزة او يعني مركزة في حاجة زي كده في حاجات بتستفزني جدا ببقى نفسي اطلع كلام سخيفة بدينا راجع نفسي لا انا ممثلة فما فعش اقول كده في حاجات تتقال وفي حاجات ما تتقالش ام على السوشيال ميديا بحاول اتطلع يعني اتصور اتصور العمل اللي انا فيه الحاجات دي امور شخصية ولا دي لا خالص ببعدهم تماما عن الموضوع ده لو تكلمنا بقى عن الموضة والازياء بتشوفيها ازاي من طبع الموضة العالمية بتحب تلبسي على مزايدك ولا على حساب الموضة بصراحة لا على الموضة بس لازم يكون لايق عليا لكن ما ملبست حكى عشان لايق عليا وهي موديل خمسين سنة ورا لا طبعا يعني لازم تبقى برضو اوب دايتينج ايه تاني بلاش تقوله اوب دايتينج عشان خطر الانجليز بيكره الناس فينا فبلاش لا بحاول ابقى ماشية مع الموضة جدا بس في نفس الوقت بلبست حاجة قديمة بقالها خمسين سنة فبقى قديمة جدا لا يعني بس بقى فيه توازن في الموضوع ان شكل يبقى كويس من اكتر الحاجات اللي تعبتني نفسيا في موضوع الكورونا ان انا مش عارفة مش عارفة اسافر اجيب الهدوم اللي انا متعودة جبها ان انا وانا مسافرة يعني احب اللبس جدا 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 يعني لدرجة الجنان وبحاول ان انا في اي عمل مقدمة شكل جديد ومختلف ونس تعلق بشكل يعني انا مبسوطة مثلا في حوادية الشانزليزي ان الناس كلمت جدا على اللبس ان انا كنت مركزة قوي في الفترة بتاعة الخمسينيات دي وكان فيه مشاكل كتير قوي بيني وبين ملك كنت بقى فلاها على الوحدة اللي هو فيه فتلة فيه معرفش ايه وبتلتوني بحدها ليا مش قوي كده ملك لما اطلع شوفي الناس هتعمل ايه فعلا ملك بعد المسلسل كتبت بوست كده يعني على قد ما تعبتني داليا مصطفى على قد ما طلعت اشيك حد في الشانزليزي وبتاع انا بهتم بالتفاصيل في كل حاجة برضو متعودين عليكي ان انتي يعني رشيقة وزنك ثابت محافظة على جمالك ورشقتك هل فيه سيست معين بتمشي عليه رجيم تدريبات غذائية يعني احكي لنا وصفاتك بص انا هقولك بفراحة زمان اوي عملت رجيم مرة واحدة في حياتي اللي هو بعد ما خلق بالزبط كده الموقف انا بتفرج على شرطة فانيلا وكاب في المونيتور فإلى ايه ده ايه دي مندي بجد مندي ما كنتش حاسة لاني كنت لسه في أولة معاعد فانا مش فهمة ايه تركبت الجسم ده نزلت من شرم الشيخ بالزبط على دكتور الرجيم ما روحتش بيتنا خدت معاعد وروحت لدكتور الرجيم في ضلقة ماشية ست شهور نزل جسمي تماما بقى من في حياتي على طول لازم يبقى فيه ميزان تحت السرير اول ما بصحى منهم اول حاجة بعملها بوز النفس لو في كيلو زيادة خلاص بنزله في يوم يومين وبس فبقيت محافظة على الموضوع ده مؤخرا قريت كتب كتير فبقيت فهمة انه مفيش حاجة اسمها تخن وكلام ده خالص الفكرة ان انت عقلك لازم تساستمه ان انت مهما كانت مش هتدخل بس على فكرة بس وانا فعلا بعمل ده دلوقتي يعني انا قبل كده ممكن ما كنتش باكل دلوقتي لا باكل عادي جدا جدا بس بقول لنفسي كلام كتير انا مش هتخل انا مفيش مش انا رفيعة انا كده بقول لنفسي كلام ايجابي ففعلا لقيته جايب نتيجة قوية جدا جدا معي ومع صحابي يعني قلت النفس لصحابي المعلومة ديت فمشيوا عليها فلقوا نفسهم ما بيتخنوش بكد يعني بتحب الطبخ اوي 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 بحب الاكل اوي يعني بحب الطبخ جدا وبحب فنن في الاكل ام ما بحبش الاكل المصري اوي بصراحة يعني مليش في الدسم مليش في الحاجات ليه الدسم اوي اوي في الايطالي يعني اكل كريمة بقى ومكارونات وعادي جدا بس الاكل اللي بتهم والبصل والكلام ده مليش فيه كتير بحب جميع انوع الاكل يعني بحب الشاينيز الجابانيز كل حاجة ما بقولش لأ ايه افتر اكلك بتعمليها يعني سواء شريف او الاولاد يتبعوها اسمها ايه الدلوع الصغيرة اللي هي زي الرياش كده بس بتبقى ضلوع جلزق لازق كده كلها في بعضها اللي هو الضلع بتاع العجل بالزبط هو الضلع ده اتبغدو كده لبعض وكده واعملو كأنه بطريقة امريكية ده انا بحبو جد مرسي جدا يا داليا مرسي ليك والجد نورتين والله انا مبسوطة جدا وسعيدة بالقناة دي وسعيدة جدا انه ان شاء الله مسلسلي يعني ينزل على القناة وتشوفوه ويعجبكو واشوف الفيدباك بقى بتاعكو ع السوشيال ميديو برسي اشتركوا في القناة